في مواصلة لرفع رهان تلقيح أكثر ما يمكن من التونسيين سيختار المتواجهون إلى مراكز تلقيح بدءا من اليوم الأحد العاشر من أكتوبر وحتى الثامن عشر منها نوع اللقاح الذي سيتلقون ضمن أيام تلقيح المكثف المفتوحة الوطنية المستمرة اللقاحات المتاحة للاختيار بينها هي كورونافاكا الصينية وفايزر الألمانية الأمريكية وموديرنا الأمريكية وجونسن البلجيكية وسبوتنيكا روسية وأسترازينيكا البريطانية وهذا الأخير سيستعمل فقط لتلقيح أصحاب الأعمار من أربعين سنة فما فوق خمسة وتسعون مركز تلقيح موزعة عبر تراب الجمهورية بينها عشرون بولايات تونس الكبرى الأربعة تستقبل إذن عمليات تلقيح المفتوحة المكثفة التي يتبتع بها بدءا من اليوم ذو الأعمار من ثمانية عشر عاما فما فوق مسجلين وغير مسجلين مدعوين وغير مدعوين وزارة الصحة تدعو التونسيين الذين تأخروا عن مواعيد جراعهم الثانية جميعهم إلى تلقيها خلال هذه الأيام التسعة المفتوحة الوطنية التي تبدأ يوميا من الثامنة صباحا وتتواصل حتى الخامسة مساء وقد استكمل أكثر من أربعة ملايين وخمسين ألف تونسي تلقيحهم حتى التاسع من أكتوبر الجاري بينهم من تلقى لقاحا ذي جرعتين ومنهم من تلقى لقاحا ذي جرعة واحدة وأخرون أصيبوا بكورونا وبالتالي تم تلقيحهم بجرعة وحيدة